وقبل البدء عن الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات أذكر نفسي وإخواني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات وسورة الحجرات سورة الآداب يعلمنا فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف نتأدب مع الله ومع رسوله ومع عباد الله فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا أسمع لهذه الكلمة وأطع اسمع لها وأنصد فهو إما أمر ستؤمر به أو نهي ستنهى عنه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم السخرية السخرية شأن أهل الكفر ليس من شأن أهل الإيمان ولا من شأن أهل التقى والصلاح أهل الكفر هذه طريقتهم السخرية يسخرون من الناس ومن عباد الله الصالحين إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى فالسخرية والاستهزاء من شأن أهل الكفر فينبغي على المسلم أن يربأ بنفسه عن هذه الصفة السيئة أن يكون من المستهزئين إن برامج أقيمت على الاستهزاء بخلق الله برامج على الفضائيات وعلى السوشيال الميديا وعلى غيرها قائمة على الاستهزاء بخلق الله استهزاء على طريقتهم أو على كلامهم استهزاء بأشكالهم وعلى أشكالهم استهزاء على استهزاء وسخرية على سخرية ونسوا أن الله قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أن الذي يسخر من عباد الله فاسق كما ستأتي موطنها إن شاء الله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكون هذا المسخور منه أفضل منك يعني لا يسخر مدير من عامل عسى أن يكون هذا العامل أفضل منك أيها المدير لا يسخر رئيس من مرؤوس لا يسخر كبير من صغير لا يسخر عالم من جاهل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم بعض النسوة وهذا يكثر في النسوة الاستهزاء والسخرية المرأة تستهزئ بأختها لأنها أجمل منها فتجد الجميلة تسخر من الدميمة تجد الطويلة تسخر من القصيرة تجد الذي عندها شهادة وعلم أعطاها الله علما تسخر بالجاهلة ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم هذه المرأة التي سخرت منها التي هي أقل منك جمالا وأقل منك مالا وأولادا أو أقل منك علما قد تكون عند الله أفضل من عشر من أمثالك ومن مئة من أمثالك عسى أن يكونوا خيرا منهم وهنا قال ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم اللمز هو العين والطعن أي لا يطعن أحدكم ولا يطعن بعضكم في بعض ولا يتنقص بعضكم من بعض ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب لا لمز ولا تنابز ويل لكل همزة اللمزة فالهمزة اللمزة الذي يستهزئ بخلق الله ويعيب خلق الله مش عقب العقب لا يعجبه شيء يستهزئ على هذا ويعيب فلانا وينقم على فلان ويطعن في فلان لم يعجبه شيء ولم يسلم أحد من لسانه لم يسلم أحد منه هذا هو اللمزة هو الهمزة اللمزة قيل الهمزة الذي يعيب الناس بلسانه واللمزة الذي يعيبهم بفعاله وقيل العكس لكن هو الطعان المعياب الذي يعيب خلق الله هو الهمزة اللمزة ويل لكل همزة اللمزة فالمقصود أيها الإخوة إن اللمز والتنابز بالألقاب أن تأتي بلقب على أخيك وتناديه به لتحزنه ولتسيئ إليه لأنك تعلم أن هذا اللقب يحزنه فتناديه به لتحزنه كل ذلك اسم وفسق ترتكبه قال بئس لسم الفسوق بعد الإيمان بئس لسم الفسوق بئس أن تسمى فاسقا بعد اسم الإيمان أنت مؤمن الآن الحمد لله إذ ارتكبت هذه الأمور استحققت اسم الفاسق بدل اسم المؤمن بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون آية مباركة تعلم الناس كيف ينادون إخوانهم ولا يستهزئون بإخوانهم إذ المسلمون كلهم كاليد الواحدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم إذن في تواد بين المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة يعني المسلمون كلهم على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف ألوانهم كلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة فالحمد لله أن جعلنا مسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين أن يحققوا الأخوة الإيمانية وأن يحققوا ما أراده الله منهم أن يكونوا كالجسد الواحد اللهم آل